الثاني من وفاة نجم الكرة المصرية أحمد رفعت نجم نادي مودرن سبورت ونجم منتخبنا الوطني بنجدد العزاء لأسرة الرياضة المصرية ولكل أسرة اللاعب فردا فردا اللي النهاردة حسب ما وصلت لنا من معلومات فوالدته في حالة صحية متراجعة ألف سلامة على حضرتك ربنا يرجعك لنا بألف سلامة ادعي له هو في مكان أحسن وأكيد كل ما عانى من تعب ومن شهور ماضية كانت مرهقة جدا هو في مكان أحسن بإذن الله فادعي واثبتي وكلنا مع حضرتك وكلنا بندعي له ربنا يا رب يرحمه أحمد رفعت اللي النهاردة نادي مودرن سبورت أعلن إقامة مراسم العزاء يوم الثلاثاء بإذن الله بعد غد في مسجد المشير تنطوي في منطقة التجمع الخامس في بيان رسمي أعلنه نادي مودرن سبورت آخر الأندية اللي لعب لها النجم الراحل أحمد رفعت ده جي بعد ساعات من أول قرار رسمي في أعقاب وفاة نجم الكرة المصرية أحمد رفعت وفي أعقاب تصريحاته اللي كانت خرج بها إعلاميا وأعلن فيها أنه تعرض لضغوط قاسية لم يتعرض لها أي إنسان شاف أن هي سبب من أسباب تعرضه للإغماء وتوقف عضلة القلب اللي تلاه بثلاثة أشهر وفاته ربنا يا رب يرحمه ويلحق نبيه في الجنة بإذن الله قرار وزارة الشباب ورياضة جاء ظهر اليوم بتفاصيله التالية جاء البيان المرسل من وزارة الشباب ورياضة بأنه أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة ويمكن دي من أول قراراته أو إحدى أول قراراته بعد إعادة تكليفه وزيرا للشباب ورياضة أصدر قرارا بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة للتحقيق في كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل أحمد رفعت وذلك لما أثير مؤخرا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابة سفر اللاعب خارج البلاد كما أصدر وزير الشباب ورياضة قرارا بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة للقيام بأعمال الفحص والمراجعة لجميع المستندات بنادي مودرن سبورت والاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية المصرية في هذا الشأن هقف طبعا عند أكيد بتتساءل لو نرجع لها في ثانية لو هنرجع عند النقطة بتاعت الاتحاد المصري لكرة القدم وبتاعت اللجنة الأولمبية مفهوم مودرن سبورت لأنه هو النادي الصاحب الشأن وصاحب إجراءات سفر اللاعب أما الاتحاد المصري فليه؟ فسألنا الاتحاد المصري قالوا لنا أنه الاتحاد قصته المرتبطة بهذا الأمر هي إجراءات الانتقالات ما بين كيف انتقل من مصر إلى الإمارات وكيف عاد من الإمارات إلى مصر مرة تانية بالتواريخ يعني فالاتحاد المصري بيرى أنه ربما يكون ده سبب مراجعة للمستندات المكلف بيها اللجنة المكلفة من الوزارة بهذه الإجراءات الخاصة بالفحص والمراجعة اللجنة الأولمبية المصرية نفس الأمر فيما يخص إجراءات سفر البعثات المصرية إلى الخارج اللي كان من ضمنها في وقت سابق أحمد رفعت وكل ده هنحكي لحضراتكم بالتفاصيل خلال الثواني المقبلة أكمل البيان أنه هذا وسوف تعلن الوزارة فور انتهاء عمل اللجان عن جميع التفاصيل والملابسات وما انتهت إليه التحقيقات في هذا الشأن طيب لو تفتكروا فآخر تصريحات أحمد رفعت كانت تكلم فيها عن شخصين رأى أنه هم السبب وراء الضغط النفسي اللي عاشوا يمكن أن برح ذكرة اسم النائب أحمد دياب كرئيس سابق للشركة شركة كرة القدم في نادي مودرن فيوتشر ذكرة من خلال شقيق أحمد رفعت ومن خلال محامي أحمد رفعت وليده قاله معنا على الهواء مباشرة وقال إن رفعت قاله كده قبل حتى وفاته بأشهر الناس بتتكلم على الشخص التاني ولكن دون علم مننا عن الشخص التاني فبكل تأكيد بالنظر للمراسلات اللي خرجناها مبارح فيما يخص قرار وزاري من وزارة الشباب ورياضة فهنا عمدنا وقفة وهي أن وزارة الشباب ورياضة كلفت بدورها دور من أدوار الوزارة إن هي تفحص المستندات وتشكل لجنة قانونية لكن مهم برضو إن احنا نعرف كان إيه دور وزارة الشباب ورياضة في هذا الأمر أعتقد وده مجرد تساؤل يعني لأنه الموضوع كان واضح إنه كان فيه تنسيق طلب من النادي للوزارة ثم قرار وزاري ثم المفروض الخطوة التالية التصريح الخاص بسفر اللاعب اللي أدى لاحقا إلى إنه مجند اعتبر هاربا من الخدمة العسكرية وبالتالي كنت بشوف إن الموضوع ده والله أعلم يعني ممكن يبقى من خلال مجلس الوزراء يحقق مع كل الأطراف بما فيها وزارة الشباب ورياضة أو النائب العام ربما لأنه الموضوع فيه أطراف مختلفة لكن الوزارة حتى الآن قامت بدورها لكن من يقوم بالدور الآخر بقى اللي هو بيجمع الكل عموما هنشوف لأنه في مثل هذه الأمور التحقيقات بتؤدي إلى معلومات بتؤدي إلى أطراف أخرى ربما تدخل في مثل هذه القضايا لكن ده تحرك أول رسمي منذ ما صدر من تصريحات ومنذ ما جاء خبر الوفاء الحزين اللي جاء في أعقاب مشاهدة أحمد رفعة نجم الكرة المصرية الراحل لمباراة فرنسا والبرتغال برفقة صديقه وقبل أن يودع والدته في غرفته في ليلة الجمعة الماضية